اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كيف تمر مثل هذه اللعبة والعاب اخرى بأييدة كل البعد ان المن ما زالت ممنوعة عندنا الى الان بس عادة جدا اطفالنا يتعلمون القمار نايس جميل مستقبل باهر ننتقل لبنجي واضافتهم الجديدة القادمة شادو كيب والتغييرات الجذرية والكثيرة على اللعبة بعد انفصالهم من اكتفيجن وتعتبر هذه اول اضافة يطورها فريق بنجي خارج ظل اكتفيجن المكانك في اللعبة تغير بشكل جذري وكبير وطورة البي في بي دخلت عليه تغييرات ضخمة وكبيرة مع عودة طورة الاليمنيشن ثلاثة ضد ثلاثة واضافة طورة الكمباتيتف الفردي واحد ضد واحد وخرائي الجديدة والكثير من التعديلات اللي شملت حتى طورة القصة بشكل كبير جدا حتى انهم قاموا بتحديث كل دروع العالم القديم والاكتيفتي وخصوصا الريدات اللي سحبوا علي العالم طبعا ايضا سيكون في الاضافة قصتين جديدة واحدة خاصة باريس والثانية عن الفيكس حتى نصل للجزء الثالث من اللعبة طبعا ما ننسى الدروع الجميلة والتصاميم المبدأ للي بنجي كما عودتنا يعني بنجي عندهم فريق ارتست فنانين مجانين يعني ما شاء الله دروعهم جميلة جدا وحتى البيئات يعني شيء خرافي صراحة من اللعابة الجميلة حقيقة للي ما جرب لعبة ديستيني ونصي لعبها فراح تنزل نسخة مجانية باسم ديستيني نيو لايت في واحد اكتوبر وتقدر تجربها على اي منصة وتلعب زي ما تحب ولو عجبتك اللعبة تقدر بعدين تشتري الاضافات الاخيرة وعيش حياتك امعلم وتحمس جدا للاضافة القادمة والتخيرات الجديدة وضروري يكون عندك لعبة تحب تلعبها مع اصدقائك بشكل دوري وبجانب العاب كثيرة تغير جوك زي غريد فول وغيرها وهذا الشهر اذا كنت من محبي العاب الار بي جي فانصحك بشدة وعنف وضربتين خطافية بلعبة غريد فول تحفة الفنية غريد فول لعبة اكشن ار بي جي وتخيلها كأنها مزيج خفيف من دا ويتشر ودراجون ايج كده مضربين فخلات على لمسات فنية وشوة بوهرات وسكر وكريمة واشياء زيك وطلعت اللعبة الخرافية هذه الموسيقى رائعة والاصوات جميلة خصوصا لو عندك سماعة محترمة لو حاب تخط تجربة جميلة هذا الشهر وطويلة يعني هتحط فيها ساعات كثير عليك بهذه اللعبة وحقيقة هني الناشر فوكس هوم انتراكتف من الناشرين الصاعدين وبقوة واللي صاروا يعني زي اللي مسوين توازن مع جشع الناشرين الكبار في الفترة الاخيرة اذا لعبت غريد فول نصيحتي لك في البداية فكر وركز وحاول تختار بيناية المهارات الخاصة بك لانه فعلا يعني لو سويتها شغل عشوائي حتطوارضت فادين وراح تستمتع جدا صراحة في اللعب محتاجين نطلع من عالم الشوتر شوية وخصوصا ان لعبة غريد فول من الالعاب اللي تخليك تستمر باللعب وتنسى الوقت صراحة يعني تمر ساعات كنت تقول اه ساعة عم الشرط عشر شرط ايش هذا واذا ما حبيت تلعب ار بي جي هذا الشهر نفع عليك باللعبة بوردون لانستري اطلق واجري واضحك واستمتع مع صحابك وانت تلعب معهم لعبة جميلة صحيح انه في كلام عليها لكن لعبة جميلة بشكل عام لو انت اول مرة بتلعب بوردون لانستري اشتركوا في القناة